له نكهة طيبة بصراحة خبز الطابل من صنع رأيدي الفلسطينية المرأة الفلسطينية له بصراحة نكهة تختلف عن غيرها من النساء ويضا له طابع مختلف ويعتبر نبزية من الرموز الفلسطينية ونتفكر في الأحداث الديمية الأخيرة وقت اللي يستهدف العدو الإسرائيلي يستهدف المخابز حتى يعني هو دائما يستهدف كل ما يمكن أن يشكل حياة الفلسطينيين هذا يعني احتلال غاشم احتلال نازي بصراحة ويعني لا يعرف الإنسانية مكان فهو يحاول بأن يتمس يعني المعالم الفلسطينية يحاولون أن يمحوا الفلسطينيين على وجه الحياة لا يريدون بأن يبقى للفلسطيني حياة فهم دم يستهدفون المخابز ويستهدفون كل معالم الحياة في غزة العزة التي هي الأطفال المخابز والأطفال المرأة فكل يعني لاحزين كذفت أهدامهم بصراحة المستشفيات نعم هذا دليل على أنه يعني يسعى لتمس يعني الشعب الفلسطيني بكل الطرق يعني يستبيح الدم الفلسطيني يعني يحاول بأن يمحوا القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني ملف التهجير الذي كل يوم يعني نلاحظ من خلال درب يعني البلدون والمفروض أن تكون هي آمنة والتي يعلنون عنها آمنة يقومون المواطني بالنزوح هناك يعني عائلات نزحت أكثر من 15 مرة منذ بداية العدوان إلى حد هذا العدوان هناك أصدقاء لنا في تونس نتحدث معهم بشكل دائم أصبح يعني يعني نزحوا أكثر ما يقارب من 15 إلى 17 مرة من رفاح لخان يونس لدير البلح لبيت له وبالتالي هناك مناطق آمنة يعلن عنها المحتل ولكن يقومون يعني بضرب هذه المواقع عندما يرون الفلسطيني نازح إلى مثلا يقولون دير البلح آمنة مثلا يرون الفلسطيني نزح إليها فيقومون متعمدين بضرب يعني هذه المفروض التي هي البيئة الآمنة يسمونها فهذا دليل على وحشية هذا الاحتلال لا يوجد أمن وأمان ولا في أي بقعة من قطاع غزة حتى في الدفة الغربية أخت نادرة يعني لا يوجد حياة وردية يعني من يشاهد الأحداث الدمية التي تحدث في كل يوم في كل محافظات دفة الغربية يعني بالأمس واليوم والأمس كانت جنين تحت ضرب النار والوحشية الصهيونية حيث قاموا باستهداف البنية التحتية كاملة في مدينة جنين ومخيم جنين وقاموا بقتل 12 فلسطينيا في أقل من 40 ساعة من احتلالهم للجنين ضمن الجزر التي قاموا بها خلال يومين السابقين فهذا يعني بصراحة أمر شبه يومي في كل يوم هناك استباحة للدم الفلسطيني على الحواجز حتى الحواجز بين المحافظات المستوطنين يقومون برشق الحجارة والتعمد قتل الفلسطينيين يعني الذين يقومون بالتضار في مركباتهم حتى يعبرون هذه الحواجز وأحيانا لن نعبر يعني أحيانا يمكن أن نقف ثلاث وأربع ساعات وخمس ساعات على الحاجز ومن ثم يقولون رجعوا وممنوع يعني الدخول وبالتالي هذه كلياتها يعني أمور يعني بصراحة يعني يعني تهدف كثيرا لزهك تزييق الشعب الفلسطيني من أرضه لكن نحن نقول لهم أن كل هذه الأمور لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسك بالإسرار وتمسك في أرضنا أن هذه الأرض أرضنا وأنتم دخلاء على هذه الأرض هذه الأرض عربية فلسطينية إن شاء الله وكل ما تقومون به وما يزيد إسرار إلا إسرارا للشعب الفلسطيني وإن شاء الله نصر قادم لا محالة حتى وإن تأخر رغم كل الإبادة ففداء قضيتنا الفلسطيني وفداء لفلسطين يعني أن كلهم يعني أعملوا ما بيوسعكم وقوموا بالخراب وقوموا بالدمار ولكن نحن متمسكين في أرضنا ومتجدرين في أرضنا أرض أجدادنا وإن شاء الله النصر لفلسطين وإن شاء الله إن شاء الله لفلسطين وإن شاء الله البيوت الفلسطينية تعمر بالفرحة وإن شاء الله نقسم معهم الفرحة في كل العالم تونا نحكيه على قضية شاملة إنسانية نختم معاك بالمرأة الفلسطينية كما بدينا لقانا مع المرأة الفلسطينية اللي نورتنا في تونس إن شاء الله ما تكونش الزيارة إن شاء الله يكونوا زيارات أخرين أكيد إحنا يعني نتمنى دائما نكون حاضرين في هذا البلد يعني إحنا يعني البلد اللي فعلا يستحق الزيارة يستحق التقدير يستحق الوفاء مننا كفلسطينيين كما أنتم تقومون بالوفاء لقضية الفلسطينية فتونس أيضا تستحق من الفلسطيني بأن يقوم بتواصل الدائم والاستمرار الزيارة لها ونحن بصراحة يعني فريحين جدا بوجودنا بين أهلنا يعني لن نشعر بلحظة أخت ناذرة من وقت وصولنا لتونس إلى حد هذه اللحظة بأننا في بلاد غير بلادنا نحن في بلدنا الثاني بلاد تونس ونحن نشكركم على هذا الوفاء وهذا الانتماء والشغف يعني آيتوا الشغف في قلوب عيون التونسيين التوانسي في كل مكان يعني كلمونا من مناطق بعيدة من تونس يعني حتى نقوم بزيارتهم ويستضيفون عندهم مرحبا بكم أنتم في كل البيوت التونسية مرحب بكم ونعرفوا أنه حب فلسطين لتونس عنده جذوره وتاريخه خليني كما قلت نحب نحي من خلالك المرأة الفلسطينية اللي نحب نتعرف عليها من خلالك وانتي رئيس جمعية بصمة خير الخيرية اللي تمشي برشا وتزور برشا العائلات الفلسطينية وخاصة المرأة نعم نحن في الدرجة الأولى نحن جمعية خيرية إنسانية يعني نعمل على دائما دعم الأسر المتعافثة والتي تعيش مقومات حياة يعني أقل من غيرها من الأسر وخاصة النساء الذين يعيليون أسرهم فهؤلاء يعني بصراحة يعتبرون يعني بمحض اهتمام الجمعية لدينا برنامج كبير ودائم لدعم المرأة الفلسطينية دعم سمودها وقفاحها من خلال تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً عندما نقوم بدعم مثلا المرأة في برامج التصنيع الغذائي هناك نساء بارعات في عمل يعني بعض الأكلات الفلسطينية مثلا أشهر يعني عندنا مثلا عندنا مثلا الأمور المكدوس الزيتون الجبن المقلوب يعني في عندنا كتير أمور يعني بنعمل المطبخ الخيري إحنا لهؤلاء النساء نقوم بإعداده وعمل كل ما يمكن يعني ما يحتويه من أدوات ونقوم يعني بجمعها وفتح هذا المطبخ الخيري حتى تقوم هذه المرأة الفلسطينية بالعمل داخله وبالطبخ داخله يعني مقابل يعني يعني من المال يعني جمع من المال حتى تعيل أسرتها فهذا جزء لا يتجزأ من عملنا يعني هو المرأة الفلسطينية تأخذ حيث كبير من عمل الجمعية لدينا وأيضا هناك برامج الحراف اليدوية الأشغال اليدوية والتطريز الفلسطيني تراث الشعبي أنا رأيته هنا في تونس موجود بكثافة وفي مختلف يعني الجمعيات التي تعمل وتدعم المرأة هنا في تونس هناك تراث فلسطيني كبير فأيضا نقوم أيضا بتأمين لهم المواد لأنه مواد التطريز نادرة يعني مكلفة وكثيرة وبالتالي تحتاج إلى دعم فنحن نقوم بتمكين هؤلاء النساء حتى يعني يستمروا في هذا الإبداع وهذا العمل الذي يدر لهم دخل يعني كمان يعني تقوم المرأة بعمل يعني التطريز بشكل دائم وبشكل يومي وبالتالي تقوم ببيعه يعني وتعلمين بأنه تطلب على الأثواب الفلسطينية في مختلف يعني دول وكبير جدا فنحن ندعمها في الخيط في الأدواء في الإبري في الأدواء في كل في الرسمة في كل ما يتعلق بالثوب الفلسطيني بالرسمة بالتراث الفلسطيني كل ما تحتاجه نقوم بدعمها نقلف نوعا ما لكن احنا من خلال برامجنا نقوم بتسهيل هذا الأمر على المرأة الفلسطينية حتى تستطيع بأن يعني تعيل سرطها احنا نتكلم عن المرأة الفلسطينية التي لا يوجد التي هي تعتبر معيل لأساتها ولا يوجد معيل لأساتها غيرها وبالتالي هم كثر بصراحة يعني تعلمين الفقد الذي أصبح في المجتمع الفلسطيني يعني نساء كثر يعني نعم تم استهداف يعني زوجها أو ابنها أو فهي مفترة لإعالة بالتراث العائلة والعمل طبعا ونحن كثر بصراحة يا أخت نادرة يعني في كل بيت فلسطيني لا يخلو من شهيد أو أسير أو جريح لا يوجد بيت فلسطيني إلا وبه شهيد وبه أسير وبه جريح وبالتالي يعني المعاناة الفلسطينية مستمرة وكبيرة جدا وعاءنا مستمر النصر إن شاء الله قريب لفلسطيني الصبر فقط طبعا نحن متوكلين رب العالمين يعني هو المنصف دائما لنا ودائما بهمة الشعوب الوفاء والشغف كما الشعب التونسي نحن إن شاء الله سننتصر وشعار فلسطين النصر والانتصار ننتصر أو ننتصر أكيد يعني وهي شارة النصر يعني إن شاء الله من تونس حديدتي إن شاء الله حديدتي نحتفل بنصر الفلسطيني يا رب قريبا يا رب دعواتكم يعني معنا دائمة وكمان اللي هي المظاهرات الإسبوعية نحن نعرف إنه في عنا بشكل إسبوعي تونس تتظاهر من أجل فلسطين لمطالبة بالحق الفلسطينيين هذا أمر أبسط شيء يعني هذا أمر يمكن أن يكون بسيط بالنسبة لكم لكنه كبير لنا نحن متابعين بكل حدث حتى لو صغر قبل أن يكون كبير حول العالم لأنه إحنا أي شيء صغير أو أي كلمة ممكن أن تكون داعم لنا كفلسطيني يؤثر خروج الناس إلى الشارع والإحتجاج نعم في كل الدول يؤثر طبعا وهو أثر إيجابي ويثلج الصدور ويعزز من سمودنا نحن كفلسطينيين على الأرض لأن لن يعني أنتم يعني بصراحة يمكن أن تريناه شيء بسيط وصغير لكن نحن نرىه شيء كبير في القلب كبير جدا لأنه في ظل دول بصراحة يعني اعتادت المشهد ولم يعد على أرضها أي دعم لفلسطينيين لفلسطين ليس مجرد رقم عدد شهداء هي قضية كبيرة قضية كل العرب وكل العالم وهذا ينشاهدوه حتى أنه نخجل على نفسنا كنتفرجوا في دولة أولوبية نعم أن تخرج الشوارع والوطن العربي ينقلون نائم هذا ما نقبلوه ونقول إحنا على الشهداء شهداءنا أقمار وليسوا أرقام أقمار وليسوا أرقام محلي هالجملة نختم معا كريمة نورتني خليك كلمة الختام للشعب التونسي والشعب الفلسطيني يعني أنا بوجه من خلال منبر الإداع الوطنية التونسية الذي نعتز ونفتخر به والذي يطيع لنا الفرصة اليوم بأن نكون معكم كل التقدير لكم يعني قيادة وشعبا القيادة التي تعطي الحرية للشعب التونسي بأن يعبر على موقفه تجاه القضية الفلسطينية كل الاحترام لهذه المواقف العظيمة التي تثلج صدرنا نحن كفلسطينيين ونسأل الله الأمن والأمان لتونس وأن تائما تكون دياركم عامرة ومفتوحة للفلسطينيين ونحن نتشرف بكم يا رب ونحتفل معا بنصر قضيتنا الفلسطينية إن شاء الله ونقول لشعبنا الفلسطيني من هنا من تونس فطالما وما دام معنا شعب وفي كشعب التونسي فنحن إن شاء الله منتصرين وقضيتنا إن شاء الله هي يعني العادلة وسوف نحقق يعني ما نصبه إليه إن شاء الله من خلال هذا الدعم العربي الوفي كتونس إن شاء الله حبيبتي شكرا لك ريمة دلبحة على موجات الإيذاء الوطنية التونسية نورتنا ونحن نقول لكم كل الدعم شدوا بعضكم خليكم دائما يد واحدة من أجل مقاومة العدو لأنه هو عنده نهاية وأنتم أصحاب الأرض أحنا مواصل معكم مليقانا ودائما نغني فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر